كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي اليوم بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسئولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مشيرا إلى الجهود المصرية المكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير